وقد شارك وزير الخارجية بدر عبد العاطي في اجتماع وزاري حول القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين بمشاركة عدد من الدول العربية والإسلامية والأوروبية والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامية وأكد عبد العاطي خلال الاجتماع على ضرورة توصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق نار في قطاع غزة وقيام المجتمع الدولي بدوره لوقف العدوان على فلسطين وشدد وزير الخارجية على ضرورة إطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته وسرعة التحرك على صعيد تنفيذ حل الدولتين وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة